اشتركوا في القناة على أرض الواقع عندنا نصوص قانونية من أحسن نصوص قانونية في العالم من حيث دقة السياغة ومن حيث الإلمام ولكن لم يكن إرادة للتطبيق إذن المشكلة في الرجال والكفاءات أنا أعتقد شخصياً أن رئيس الجمهورية عندونية صادقة تبقى الباقي على كل من يهمهم الأمر أي برلماني يتجه ليكون نفسه ليعلم مدركات هذه الأمور ويعلم ما له من صراحيات خاصة فيما يتعلق بالرقابة البرنامانية لكن أنا الأواني اليوم على البرناماني الجاد المرتبط حقيقة بمنتخبه المرتبط بشعبه والذي يتمثل بوظيفته النبي تركيبة المجلس الشعبي الوطني وإلمام النائب بنصوص القانونية وحدهما كفيلان بتفعيل وتجسيد آليات رقابة استخدمت في حالات كثيرة بصورة محدودة اقتصر بعضها على أسئلة لم تمس عمق الأوضاع العامة عدم اختصاص البرلمانيين أدى إلى ضعف اقتراح القوانين إحنا لو باش نفهموا شوية واش معناه هدلكالا انتك برلماني كي بديتك في الحديث قبله وبيتك من المهام تاكو تشريع لا 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 إذا انتك يجيت الاختصاص اللي هو لتاكو تشريع هذا هو البرلمان في العالم وكيفية تشرع انتالي تشرع كيفية تشرع أنك تمثل المواطنين اللي ينتخبوك إذا كان عادي يحتاج قانون معين انت تقدم القانون ما تسنناش الحكومة تمدلك اليوم الرقابة البرلمانية لا يمكنها أن تتجسد إلا من خلال هذه التكتولات التي تكون موجودة داخل البرلمان كتكتولات حزبية أو تكتولات للأحرار والمستقلين إلى جانب اللي جان دائما ينبغي أن تطلع وأن تجتهد في الكثير من الأمور لتكون أسئلتها أو رقابتها على القطاع الذي هي قريبا منه تكون واقعية وتكون منطقية وتعمل بالفعل على ترقية العمل التشريعي وترقية دور البرلمان إعادة الاعتبار للدور الفعلي للغرفة السفلة للبرلمان والتمثيل الحقيقي للشعب يتجسدان بإيجاد حلول ميدانية فالاستجواب ومتابعة عمل السلطة التنفيذية مسؤولية الوافدين الجدد على مبنى زيغود يوسف لتحقيق التغيير اشتركوا في القناة